النهار ده هنتكلم عن ملخص أحداث الحلقة التسعة والعشرة من مسلسل قفص مخملي الكل بيبدأ يدور على سلة سلة كانت موجودة بالفندق بالفعل وكانت مستنية ناصر يروح لها والكل قاعد وقال أنا عليها يطرى راحت فين وفجر كانت كأنها عرفة هي راحت فين وسلة بتحاول تتصل بناصر وتقوله ان هي موجودة بالفندق لكن هو بدأ يتهرب منها وبدأ كمان يتهرب من الاتفاق بأن هما يهربوا مع بعض وكل ده علشان ينتقم من شاهة وأبوه كان متفق معاه على كده وسلة بدأت أن هي تتضايق وبدأت تتوتر وكانت خايفة وهي لوحدها وحس أن هي عاملة حاجة غلط بيقرر بعد كده عبداللطيف أن هو يسافر لسرة في لندن ويرجعها للبيت بعد الكل ما كان قلقان جدا وخايف عليها والكل بيسأل يطرى راحت فين عبداللطيف قرر يروح ويجيبها بنفسه أما بالنسبة لنورة بتبدأ تشك تجاه حمد وبدأت أن هي تشك فيه وبيستعد حمد للسفر والبنات إخواته بيكونوا متضايقين وبيعياته علشان ما يمشيش وشاهب تفتكر زمان لما أخوها وقف ضد أمها وقال لها أنه حتجوز الإنسان اللي هو بيحبها ومش حيسمع كلامها ويساب البيت ومشي فاجري راحت لناصر وسالم وقالت قالت لهم أنتوا كده مش بتنتقموا من شاهة أنتوا كده بتنتقموا من سلة لأن سلة هترجع لشاهة وحتكون في الأفز بتاعها وحتعمل فيها اللي هي عايزة وانتوا بتنتقموا من سلة وهي من هاجزم لأن هي بالفعل ما عملت لكوش أي حاجة وحشة علشان تقزوها وانت يا ناصر ضحكت عليها وخلتني أدخل معاك اللعبة لكن كل ده علشان تنتقم من شاهة وشاهة ولا حاجة بالنسبة لها أن ده يحصل يعني يومين وتنسى لكن سلة هي اللي هتقع في الموضوع والمشكلة دي والكل بيبدأ يدور على سلة وأنور كان متغس جدا ونفسه ياخدها يكسرها كده عشان هنبت وثابت البيت ده كان ملاخص سريع لأهم أحداث الحلقة التسعة أما عن الحلقة العشرة شريفة قعدة مع شاما بتتكلم معاها وبتقولها أن هي لازم تتواصل مع سالم علشان تعرف اللي حصل لسلة وبترفض في البداية أن هي تروح وتتواصل معاها لكن شريفة قالت لها لازم تعرفي فين البنت ولازم تقدر يتتواصلي معاها علشان تعرفي هو عايز ايه بيفكر في ايه بالزبط وبتروح شاهة علشان تتكلم مع سالم وتقوله إيه اللي انت بتعمله ده وراجع علشان تنتقم قال لها أيوة أنا راجع بالفعلة علشان خاطر أنتقم منك وعلى فكرة انتقامي ده حب بيفتح قلبه وبيقول لها كل اللي فيه وكل المستخبي وأنه هو لسه بيحبها وبينتقم منها بسه علشان خاطر ثابته وقزته ودخلته السجن وتخلت عنه لكن هو بيحبها وعايزها وبيعرض عليها الجواز تاني وبتسيبه وبتمشي وهي مضايقة منه جدا بعد سفر حمد كلام كتير بيتقال عنه وأنه هو مجرم وحسة بتبكي وبتقول لفجرة نصدأت الكلام اللي بيتقال عنه وأنه بالفعل زي زوجته وأنه هي ما بقتش طيقة نظرات الناس لها وفجرة نصحتها هي وأختها شوء ما يفتحوش مواقع التواصل الاجتماعي ولا يصدهوا أي حاجة في أخوهم وأنه أكيد مظلوم لكن كانت هسة بتبكي وبتقول أنا حاسة أنه هو مش مظلوم ولا حاجة أنور بيبدأ يتعلق بحصة ويكون عايز يتطمن عليها ودعاء كمان عايزة أن يتوفق بينهم لكن فجرة كان لها رأي تاني مش عايزهم يكونوا مع بعض وفي نفس الوقت بيروح أنور عشان يشوف حصة ويتطمن عليها وبالفعل بيروح معاها الجمعية ومعاهم فجر وبيكون موصوط معاها وبتفضل تبكي علشان خاطر أخوها اللي سافر والكلام اللي بتقال عنه أنه هو مجرم وكمان بنشوف أن حمد في السفر وبيلاقي أخبار عنه منتشرة أما بالنسبة لسولة فبترجع على البلد وبتحضن عمتها وبتقول لها سمحيني وبتسمحها عمتها شاه حضنتها وسمحتها وتكلمت معاها بعد كده وقالت لها سولة أن هي بتعاني جدا في البيت وأن شاهة متحكمة فيهم والنية يخلت براك يعمل ضايت غصبة عنه وكمان بتختار له دراسته وبتختار له كل حاجة وهي كمان حاسة أن ملهاش أي شخصية لكن كان كلام شاهة أن هي خايفة عليه ومتحبهم أما بالنسبة المراحب فبتحاول تقرب من عبداللطيف لكن للأسف برضو لسه محبهاش ولا قادر أن هو يحبها رغم كل اللي بتعمله علشانه أما بالنسبة لأنور فبيكون عايز يتطمن على حصة وبيبدأ أن هو يتعلق بيها ويحبها بشاير بتروح لشاهة وبتكون عايزة تجوز بنتها لأنور وبتحاول أن هي تخلي بنتها قريبة من أنور علشان خاطر يحبها ويتجوزها لكن أنور مش مشغول أبدا بيها وده لأنه متعلق بحصة وبتعرض بشاير أن هو يوصلها على البيت وقالت لها أمي معاه وطبعا الكل ملاحظ واخد باله من التصرفات اللي بتعملها بشاير علشان خاطر توفق بين بنتها وبين أنور لأنها طمعانة في العيلة والفلوس والسلطة بتاعة العيلة وسالم بيفتكر زمان لما كان بيقابل شاهة في السر وكانوا بيحبوا بعض ولسه لحد دلوقتي بيفكر فيها وكده نتكلمنا عن ملخص الأهم أحداث وتفاصيل حلقة 19 من مسلسل قفص مخمالي ويرب الفيديو كنا نعجبك واشتركوا في القناة أحبكم وايد باي باي